السلام عليكم حبيباتي سلام يزيناتي الغليات مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد لعشاق الروز بالكريمة البيضاء الكريمة الكريمية الفرمجة اللي جيب الزاف منينا رح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحذير مقبل ما نشوفوا كل التفاصيل نسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام نبدأوا الفيديو دينا والحاجة دائما مقبل ما نبدأ يعني نطيبوا الروز دينا دائما كيلو الكمية اللي نحن نديروها ونغسلوا الروز دينا أي روز يعني استعملنا أنا دائما نستعمل هذا الروز تعروعة روز بسماتي اللي رهو من أروع ما ياكم اليوم استعملت القولدن الذهبي هذا اللي يعني يستعمله بزاف في المطاعم وفي الفنادق لأنه عمره ما يتعجل الروز كيما قلت لكم البنات وكيما تعودتوا عليها دائما نغسله عدة مرات ونخليوا هكذا يتشمخ لي حوالي نص ساعة ولا ساعة هذا كل وقت نحن نحضره معه بعد السلصة دينا هنا في الأشواخ ديالي رحيت حبه بصل متوسطة في الحجم بعد ما رحيت هاداك البصل نحيت كمية منه نحن نحتاجوها فيما بعد والكمية اللي بقت لي داخل الأشواخ نزيدو لها نص صدر تع الجاج نزيدو لها شوية مع الدنوس عدنا التوابل درت شوية تعفلفل لكحل وعندي هنا يا شوية زنجابيل ونزيد تاني هنا يا كما كتشفوا معايا شوية توم بودرا وإذا كان ما عندكم ش توم بودرا ديرو في الصغير تعال التوم نزيدو توابل خاصة بالدجاج وعدنا هنا شوية تعال عكري ونعودو نرحيو كامل هاد المكونات مع بعض هاد الطريقة هاد يدخلينا نتحصلوه على وحد الجاج يكون مرحي معطر ويجي يعني ليس ويجي هايل هنا نحيت هاداك الموس تعال الأشواخ زدت هنا يا زوج مغارف كبار تعال لاشابلوغ رح لاشابلوغ هاد يتخلي هاد الكويرات الطريين وتاني رح تخليهم يضعفو شوية في الحجم ديالهم يعني والكمية حتولينا كبيرة بعد ما خلطهم مليح مليح ناخدو هنا كمية الزيت ندهنو يدنا مليح بالزيت ونشكلو كويرات الزيت هادي رح تخلينا نشكلو كويرات يكونو شابين يكونو بيان ليس وفي نفس الوقت الخاليط هاد اكتاع الجاج ماهوش رايح يلسق في يدينا بالنسبة للكويرات اللي بنات نديروهم كويرات صغار تقريبا قد الكويرات تعلمتوهم اللي نديروهم فطاجين تعلمتوهم هاكدا يعني لازم هاكدا يكونو في الوصفة هادي ما لازمش يكونو كبار بزاف نشكلوهم كامل هاكدا ينوجدوهم ومن بعدها نروحو نقلوهم ناخدو هنا يا انفيتو ولا مقلة نديرو فيها شوية زيت ونزيدو معاهم شوية سمن ولا شوية زبدة يعني ليتكون متوفرة عندكم بعد ما تسخن هاديك الزيت نحطو هادوك الكويرات يتقلوا وعلى نار تكون قاوية شوية هنا يعني مشي لازم حتي طيبو الموهم يتحمرونا ويخدو هاديك البنة تع القليان ويخدو هاد التحميرة الدهبية هادي اللي راكوا تشوف فيها هنا امامكم لانها هاد التحميرة هادي ولا هاد الخطوة هادي هي السر تع البنة تعروس تعنا تع نهار اليوم وانا نحاولو نحركوهم من جميع الجوانب باش يخدو هادك اللون الدهابي بعد ما تحمروا هنا البنات نحوهم ونحطوهم تكوتي وانبعد نحو نشوفو معا بعض كيفاش نكملو الوصفة دينا نخليو هادوك الكويرات تكوتي وانبعد دائما في نفس المقلة وفي نفس هاديك الزيت اللي فيها كامل هاديك البنة تع الجاج والبنة هاديك تع القليان نحطو هاديك كمية على البصل اللي نحيناها في الأول انشاء الله هاكوت شباو البنات وراكوا تتبعو معايا هادك البصل نخلي وهي تقلم مليح مليح تيد بال نزيدو عليها مغرفة صغيرة تكون مع مرة تعفارينا راهي رايحة تخلي هاديك السلصة دينا خاطرة ويجي يعني عاقدة بزاف بزاف تاني نقليوها شوية معا هادك البصل ومبعدا نمرقب شوية تع الماء يعني حوالي 4 كاس تع الماء هاكدا هاكدا يا نخلطو هاكدا مليح مليح حتى يعني ترفض شوية الغلية نزيدو عليها كما كنتشوفوا معايا لاك خانف خش كريمة السائلة ولا الكريمة الخاصة بالطبخ عدنا تقريبا كاس كبير يكون معمر نزيدو معاهم شوية تع ملح عندي هنا يا شوية تعكركم هاد اللون الصفر راح يعطينا لون بزاف شباب لهاد الكريمة وهاكدا نخلطوهم نخليوهم يطيبو شوية لحوالي هاكدا كزوج تقايق ولا ثلاثة نخليو هاد الكريمة تغلي شوية ومبعدا نرميو هادوك الكويرات الداخل انا هنا كان رحلي المقطع دونك بعد ما تغلي الكريمة دينا لبنات تغلي غلي يا زوج نعودو نرجعو هادوك الكويرات الداخل نقصو عليهم شوية النار ونخليوهم يطيبو على نار قليلة ممكن نزيدو معاهم هنا شوية جبن ابيض تحركو معا هادوك الكريمة انا كيما اشتوني دوكا كون زيت شوية من توابل تاع الجبن راه يتباع عندلي بيعو التوابل يعني حتطينا بنا بزاف هايلا حتطينا بنا تاع الجبن في هاد الكويرات هادوما فالا هاكدا ونخليهم يعني يطيبو شوية لحوالي خمس دقائق ونطفيو عليهم ودوكا نروحو نوجدو معا بعض الروز دينا يعني هادي اسهل وصفة تعروز لتخلينا نتحصلو على روز ما يكونش مع الجن ناخدو هاكدا قديرا نحطو فيها شوية زيت وشوية سمن بعد ما تسخن نرميو هاداك الروز دينا لي كنا شمخناه كيما قد لكم لحوالي نص ساعة نقطروهم مليح مليح من هاداك الماء ونرميوه نخلي وهي يتقلى ف هاداك اليدام بعد ما يتقلى ويتغلف كامل بهاداك السمن والزيت لي درناها نمرقو هنا كيما علابلكم لكل كاس تاع الروز نديرو كاسو نص تاع الماء انا يا بما اني استعملت كاسو نص تاع الماء يكون سخون اذا كان عندكم ملاق الدجاج تقدروا تديروه نديرو عليها شوية ملح شوية تاع فلفل لكحل ونغطيو عليه كي نشوفو القدرة دينا ولطنجرة دينا رفضت الغلية نقصلو للنار كامل كامل ونخليوها ها نخليو هادا الروز يعني يتشرب هادوك السوائل في خاطره حتى تشوفوه نشوف اكوشتو كيفاش نتيجة لبنات واحد الروز يجي حبه بحبه ماشي كامل مع الجن هادا تاع روع الباكي الاحمر هادا كي ما قلتكم لبنات باسمو الروز غولدن الذهابي هادا لبنات على ضمانتي يخليك تتحصل على وحد الروز مزربه وعمروه ما يتعجل لك خاصا اذا كان عندك ضيوف يعني ماشي رايح كامل يحشمك دو كنا نروحو لطريقة التقديم نحطو الروز دينا هاوليك هنا كشتو كيفاش يجي حبه بحبه وكي نحترمو المقاديره كامل ماشي رح يجيكم يابس لبنات بزاف اللي يشوفو هاكده يقولك يجي يابس هو لا لا لبنات رح يجي طايب كي ما يقولو بالضبط لانه المقادير اللي درناها راهي مضبوطة وعلا نحطو هاداك الكويرات من الفوق ونزيدو هاكده من الفوق هاداك السرصة كي ما كتو فيها الكريمية هاداك اللي تشاهي من الفوق زيطلو رشاتع المعدنوس الموجفف تاني ولا تقدروا تديرو اعشاب عطريه ولا وش يكون توفر عندكم تقدروا تديرو حتى شوية جبن مبشور من الفوق هنا الاضافة هادوما كامل راهم كي ما يقولوا على حسب وش يكون متوفر عندكم وهو اللي كالطابقة اليوم اللي اقترحتوا ليعليكم اليوم ان شاء الله اللي رايح اصلا وش طيب هاد الوصفة رايحة تسلكك وتقدر تكون تاني وصفة رمضانية بزاف بنينا تقدر تكون كطابق رئيسي يعني الى جانب الشربة في شهر رمضان الكريم سجلوا الوصفة اللي بنات واحتفظوا بها اه تجربوها ما كوش رحين تندموا اه نحن بعدو على طماطيش ولا سيديتي وكامل رح يكون طابق بزاف خفيف وصلنا لنهاية على فيديو تانهار اليوم ان شاء الله الوصفة هادى اللي اقترحتها عليكم تكون نالت اعجابكم واذا كان عجبتكم ما تنسوش ديرو ناجر من لا فيديو خياتي واذا كان جربتوها ما تنسوش تاني تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام اغوباسكوزين ساميرا ديزاد النتيجة راهي هنا امامكم روز روعة الدهب يجي مزربع ويجي كما كنت تشوفوا معايا حبة بحبة ويجي شاهي نقولكم شاهدكم في الجنة نقولكم تهالله في صحتكم نلتقي في فيديو اخر مع وصفات اخرى دمتم في رعاية الله وحفظه احبكم في الله في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة